وفي سياق متصل بالوضع الأمني في البلاد كدى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه ظهر أمس بقصر قرتاج وزيرة داخلية كما اللفقي ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي أكد على ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها تونس كما أثنى رئيس الجمهورية على دور الوحدة الأمنية في تأمين الوطن بمعاثدة القوات المسلحة وأشد بالشعور العميق بالمسؤولية لدى تونسيين والمساهمة في مواجهة كل ما يهدد أمن تونس داعيا إلى مزيد تكثيف الدوريات عبر مناطق الجمهورية كافة لمواجهة كل أشكال الجريمة خاصة عقب الحملات الناجحة التي قامت بها قوات الأمن الفترة الأخيرة والتي ما زالت تقوم بها لتعقب المجرمين